اتمنى تعملوا اشتراك في القناة بتاعت الاوذنية هل تسوش تعملوا اشتراك في القناة قصدنا بتبدأ مع ايج واللي بيكون في بيته ليس صاحي من النوم وزرحان في حبيبته ميرين وبيفتكر اوقاتهم الحلوة مع بعض وبيسرح ايج في ايام الطفولة وهو بيتعرف على بنت جميلة اسمها ميرين وبالصدفة ايج بيلاقس لسلة ميرين وقعت منه وبياخدها عشان يصلحها ويرجعها لها بس اصحابه لي واريك وجلينا بيكونوا بيلعبوا مع بعض وكلهم بيقولوا ل ايج انت ايه اللي عجبك في ميرين دي ايج وهو بيلعب بيقع في المية وكان هيغرق لولا ان صاحبه ليه انقظه وبيصلح ليه سلسلة ميرين ويقول ل ايج انا هبقى الدهالها عشان انا اللي صلحتها بس ايج بيقوله لأ انت تاخد السرخ ده تلعب بيه وانا اللي اود سلسلة ميرين وبيروح ايج يود سلسلة ميرين واللي بتكون فرحانة قوي وبيخرجوا سوا وبيعرف ايج ان امامة ميرين ماتت وهي عايشة مع باباه وبعدها ايج بياخد ميرين ويقريها البيت بتاعه اللي على الشجرة بعدها ايج بيقول ل ميرين ان مش هو اللي صلح السلسلة واني ليه هو اللي صلحها وانه زعلان قوي بسبب كده وكان المنفوط يخليه هو اللي يديها السلسلة بداله بس ميرين بتقوله على فكرة انا قطعت السلسلة قصدة عشان انت تلاقيها ونتقابل تاني بس ايج بيفوق من ذكرياته وبينيه ناس كتير من المدينة وكمان صحفيين ملمومين قدام البيت الناس بتتهمه بقتل ميرين حبيبته وبيقوله انه لازم ياخد جزاؤه والصحفيين عاوزين يطلعوا منه باي كلمة بخصوص قضية القتل اللي هو متعم فيها ايج بيروح على قبة اهله والصحفيين بيكونوا وراه ابو ديريج بيقوله سيبك يا ابني من المحامي ليه صاحبك ده وخليني اشوف لك محامي كبير يترافع عنك في القضية دي ايج بيقوله يا بابا ليه صاحبي عارف ومتأكد اني بريء لانه عارفني كويس وانا شايف انه هيكون احسن من اي حد تري اخو ايج بيقوله انا ممكن اساعدك باي حاجة بس اقولي ما تطوب مني ايه وانا هعمله وبيوصل ليه صاحب ايج بيقوله ان كل الادلة في جزة ميرين اتحرقت في معمل الطب الشرعي وانا هطلب من الشرطة توضيح للموقف ده عشان كده مفيش غيرك متهم في القضية دي وبالليل بيكون الناس اللي في المدينة متجمعين عند المكان اللي اتقتلت فيه ميرين وبيدعو لها وابوها بيقولهم انه زعلان عشان بنته اتقتلت ولا قتلها لسه ما تحكمش عليه ايج بيكون في نفس المكان وبيسمع كلام ابوها وبيكون زعلان قوي لدرجة ان بعد ما الناس ما بتمشي بيكسر الشموع وكل حاجة موجودة في المكان تاني يوم الصبح ايج بيلاقي راسه بقى فيها ارنين ايج بيروح على الدكتور عشان يشوف ايه سبب الارنين اللي ترعوله دول ويعالجوا منهم بس في العيادة بتاعت الدكتور بتفصل حاجة غريبة وهي ان بتكون في ست بتتخانق مع الموظفة بتاعت العيادة وايج بيتدخل عشان يمنع الخناء وبيمسك ايدي الست بيلاقي نفسه دخل جوا دماغها وعارف افكارها والممردة اللي بتقسله الضغط بتتكلم معاه في امور شخصية عن حياتها وان حبيبها بيحب عليها واحدة تانية ونفسها تقتله وتحرق العربية بتاعت البنت اللي هو بيحبها وكمان بييجي الدكتور عشان يكشف عليه بس ايج بيلاقي الدكتور مش مهتم بالقرون اللي تلعف راسه وبيكلمه عن صاحبة بنته وانه قلقان على بنته منها وعاوز يقتلها ايج بيقوله يا عم وانا مالي بكل ده ركز في شغلك يا دكتور الدكتور بيدي مخدر لأيجو بيقوله نام بقى عشان اشوف شغلي بس ايج بيفوق بيلاقي الدكتور معرفش يعمل حاجة والقرون بتكبر اكتر بيروح ايج على الكاهن عشان يشوف له حل في مشكلته دي يمكن يكون حد عمله تعويز على حاجة بس ايج بيلاقي الكاهن خايف منه قوي بيقوله انت عملت خطيئة انت قتلت بنت بريقة وانت كده طوعت الشيطان عشان كده بقيت شيطان زيه واطلع لك قرون انا نفسي اجيب حبل واشنقك على الشجرة اللي اتقتلت عندها البنت دي بعدها ايج بيقبل صاحبه ليه وبيقوله الحق انت كل اللي في بلد دول تجننه ليه بيقوله امه مجانين من زمن وانا عارف كده اصلا ايج بيقوله يا عمه انا بكلمك على القرون اللي فراسي دي كل ما اكلم حده عليهم عشان يشوف لحل قاله بيقول لي كلام صريح او يطلع من جواه وانا بكون داخل جوادماغه وعارف اين اللي جواها ليه بيقوله قرون ايه وبتدخل جوادماغ مين انت بتهزر ولا ايه ايج بيروح على بيت اهله وبيقابل مامته اللي بتكون صريحة قوي معاه بتقوله انا ما بحبش اشوفك وبكون سعيدة ومبسوطة لما بتكون بعيدة عني ايه عم ده فيه ام تقول لابنها كده برضو ابو ايج بيقوله انه بيحب اخوه تيري اكتر منه مش عارف ليه وانه كان بيحب مرن قوي وكان بيحصده عليها وانه زعل قوي لما قتلها ايج بيقوله انا ما قتلتهاش ابو بيقوله على فكرة ممكن حد يقتل حد من كتر حبه فيه يعني عادي وانا متأكد انك قتلتها وعشان كده انا حرقة الادلة اللي في المعمل بتاعة الطب الشراك ايج بيزعل قوي من اللي هو بيسمعه ده وبيقول لابو الادلة اللي انت حرقتها دي هي دليل براءتي ايج بيعرف ان القرون دي فيها حاجة حلوة قوي وهو قرر يستغله وبينزل ايج من عربيته وبيكونوا صحفيين وراه فايج بيلف لهم فجأة ويقول لهم انتم شاء بتتبطروا بقى الشغلانة البيخة دي وتحت تأثير القرون بيرض عليه بكله صراحة وبيقول له والله نفسنا نستقيل يا ايج بس هنعمل ايه بقى اكل العيش ايج بيقول لهم طب ضربوا بعض واللي هيكسب فيكم هيعمل معي اللقاء خاص وحصري وتحت تأثير ايج الصحفيين بينزلوا ضرب في بعض ايج بيروح على الكافيه واول ما الراجل صاحب الكافيه بيشوفه بيقول له انا مش اقتلك ما تجيش هنا تاني ايج بيقول له انت عاوز ايه صاحب الكافيه بيقول له انا نفسي اولع في الكافيه ده واخد فروس التأمين ايج بيبص الكل اللي في الكافيه بيقول لهم في حد فيكم يعرف حاجة عن جانيمة قتل ميرين في واحد من اللي في الكافيه بيقول له انا ابنة عمي زابط وعرفت ان الشاهد الجديد في القضية هي البنت الويتر اللي في المطعم اللي كنت فيه انت وميرين ليلة الحدثة وبتقول انها شافتك وانت بتجرجر ميرين بالعربية بتاعتك في الشارع بيخرج ايج من الكافيه بعد ما صاحبه ولع فيه وبيقعد في العربية بتاعته وبيمسك ختم الجواز بتاعه وبيبتكل ليلة الحدثة وانه كان بيجاهز لحفلة عشان يطلب من ميرين الجواز ويديع الخاتم بس لما بيروح الكافيه بيلاقي ميرين متغيرة قوي وبتقول له انها هتقطع علاقتها بيه ولازم يبعده عن بعض شوية ويعرفه هل هم فعلا يقدروا يستعنوا عن بعض ولا لا ايج بيتنرفز قوي من اللي ميرين بتقوله وبيقول لها في حد تاني في حياتك ولا ايه ميرين بتقوله انت تستاهل واحدة احسن مني يا ايج ايج بيزعى ويسرخ لدرجة ان صاحب الكافيه بيقوله طلع بره وفعلا ايج بيمشي بعربيته من الكافيه تاني يوم الصبح ايج بيكون نايم في عربيته وبيغبط عليه ايريج صابت بوليس وصاحبه من ايام التفولة وبيقوله انت اخر ميرين فيها امتى يا ايج ايج بيقوله يا حصلها ايه ايج بيقوله شمالة تسأل حصلها ايه ايج بيقوله يعني لما الزابط يجي يسألني السؤال ده عن حبيبتي حابتي هتكون كويسة وبخير مثلا وبيقوله لو حصلها حاجة وحشة فانا السبب ايج بعد ما بيراجع ليلة الحادسة في دماغه بيروح الى الكافيه ويقابل البنت الويتر اللي هناك وبيقول لها انت ليه بتشهادي علي يا زور طبعا لما بتشوفه بتقوله الصراحة وبتطلع كل اللي جواها على طول وبتقوله عشان اكون مشهورة واطلع في التلفزيون وكل الناس تعرفهم وانا هقول انك ضربت البنت في دماغها وجرجرتها بالعربية بتاعتك واختصبتها وشلتها ورمتها على الارض ايج بيقول لها حلك حلك انت تنفعي ممثلة من الشهدة على العموم اخويا كان هنا في اليوم ده ومحصلش حاجة من اللي انت قلت ده كل ايج بيسابها وبيروح على نادي الجاز اللي اخوه تيري بيلع فيه مزيك ايج وتيري بيتكلمه مع بعض برنادي وتيري طبعا بيقوله على كل اللي جواه بزراح واللي هو اني فلت الحادثة وبعد ما ايج مشي تيري اخذ ميرين معه في عربيته عشان يروح بس هي نزلت وراحت عند بيت الشجرة وانه هو استنى في العربية لحد الصبح ولما صاحي يلاقف عربيته حجر عليه دم وقديه ويضمه فيها دم وراح يدور على ميرين لقاه مقتولة تحت بيت الشجرة وانه انتخلص من الحاجات دي ورمعه في البحر ايج بيتخانق مع اخوه عشان كان مخب عليه كل ده والبوليس بيجي واريك الضابط اول ما بيشوف ايج صاحبه بيقوله انا نفسي اراقي دليل عليك يا اخي عشان احبسك واخد حق البنت الغالبانة اللي انت قتلتها دي ايج بيقوله لما قتلتهاش ايج صدقني والبنت انت اعترك فيك الدابة دي عايز تبقى ونشهورة على حسابي تاني يوم ليه بيروح يخرج ايج من الاسم وايج بيحكي له عن اللي حصل بس بيلاحظ ان ليه لابس السلسلة بتاعت ميرين ايج بيقوله انت لابس السلسلة بتاعت ميرين ليه بيطلغبط وبيقوله وهي اللي التاني ايج بيقوله يعني انت يا ليه اللي ميرين سابتني عشانه طب ازاي انت اخر واحد اتخيل انه يخني ليه بيقوله احنا عملنا كده عشان ما استلحتك يا ايج ايج ما بيدوش فرصة عشان يكمل كلامه وبيسيبه وبيمشي وبالكون زعلان قوي وفاكر ان ليه خانه وغضبه ده بيتحول لتعبين كتير بتكون حواليه وبتكون تحت امره وبيكرر ايج انه هينتقم من كل اللي عاوز يأذيه واقولهم البنت بتاعتك فيه تاني واحد ايج بيكرر انه ينتهم منه بيكون هو اخو تاري وبيروح ايج على البيت وبيلاقي تاري اخوه اللي بيسأله ايه التعبان اللي على رقابتك ده ايج بيقول له اصلي لقيت اصحاب جودات وبعدها ايج بيقول له انت لازم تشوف اللي مارن شافته قبل ما تموت ولازم تخاف زي ما هي كانت خايفة بالزبط وبيأثر ايج على تاري وبيخليه شوف حاجات وحشة قوي وبيخاف منها قوي وبيكرر انه ياخد حبوب كتير ويني حياته تاني يوم بيروح ايج ويقابل ليه وتخنق مع بعض وايج شد سلسلة بتاعت مارن من رقبة ليه وزي ما يكون كده ان السلسلة مارن كانت حمياء عشان ليه بقى بيشوف القرون اللي فرز ايج طبعا ليه بيطلع كل اللي جواه وبيتكلم مع ايج بكل صراحة وبيقول له السلسلة دي المفروض ليه مش ليك ايج بيقول له انت انت يا ليه ده انت انقصتني اني الموت واحنا صغيرين ليه بيقول له كان من المفروض اني قسيبك تغرق وتكون مارن حبيبتي انا مش حبيبتك ايج بيدخل جوا عقلي ليه وبيعرف ان ليه كان واقف برا المطعم ليلة الحدسة وبعد ما ايج ماشي وتاري اخد مارن عشان يوصلها ليه ماشي وراهم بالعربية ووصل ليه لمكان مارن ودخل يدور عليها ولقاها وقال لها اظن الوقت دلوقت مناسبة عشان تصرحيني بحبك ليا مارن قالت له لأ انت فهمت غلط انت صاحبي والمفروض انك واقف جنبي في الفترة دي عشان انا متلغوطة في علاقتي مع ايج صاحب عمرك ليه بيقول لها صاحبك لا انا حبيبك يا مارن مارن بتقول له انا محبتش ولا احب حد غير ايج ليه بيدربها وبيعذبها وبيجيب حجر وبيخبطها على راسها وبيسيبها تموت وبعدين بياخد الحجر ويحطه في ايتري وهو نايم ايج بيكون مزهول من اللي هو شايفه في عقل ليه كدرجة انه بيسيبه ويبطل خناء معاه بس ليه بيفضل يضرب فيه جامد وبيحطه في عربيوته وبيكوب عليه بنزين وبيقول له انا هقولهم انك اعترفت لي وحسيت بالزم عشان قتلت مارن فعنيت حياتك وبيولع فيه ايج بيشاغل العربية والنار قايدة فيها وبينط بيها في البحر وبالليل ايج بيخرج من البحر وهو محروق بشكل فظيئ قوي وبيروح على بيت ابو مارن واللي اول ما بيشوفه بيقول له انت ما موتش ليه زي ما شفت في نشرة الاخبار ايج بيقول له انا ما قتلتش بنتك يا عم ده اللي بيقول له انا مصدقك عارف ليه عشان انا اكتر واحد بيتمنى انك تموت بس لما سمعت خبر موتك حسيت اني مش مرتاح بس انت اكيد تعرف من اللي قتلها يا ايج صح ايج بيقول له اه اعرفه وهقتله وبيدخل ايج مع دال البيت ودال بيدي ايج مفتاح الصندوق اللي في بيت الشجرة واللي مارن كانت سايبهوله وايج بيدي سلسلة بتاعت مارن لدال بس دال بيقول له انت محتاجها اكتر مني ايج وبيلبس ايج السلسلة والاصابات اللي في جسمه كلها بتروح والقرون كمان بتختفي وبيروح ايج على بيت الشجرة وبيفتح الصندوق وبيلاقي في جواب كتبهوله مارن واللي بتقول فيها انها عرفت انها عندها السرطان وانها هتموت بسببه زي ما موتها وانها لما شافت العذاب اللي ابوها تعذبه مع ما موتها بساوي المرض ده قررت انها تسيب ايج عشان ما يتعذبش هو كمان ايج بيزعل قوي وبيعايت على حبيبته اللي ماتت وكانت بتضحي بنفسها علشانه بيروح ايج لاخو تري في المستشفى واللي بيتفاجئ لما بيشوفه وايج بيقوله ما تقلقش عمر الشقة بقى تعالوا نتماشى شوية يا صاحبي مش انت صاحبي برضو ولا ايه وهما بيتماشوا راحين عند بيت الشجرة ليه بيقول لأيج تعالوا ننسى اللي فاته ونبدأ صفحة جديدة انا وانت الحب عمانة وخلانا شياطين ايج بيقوله ومش قبل ما تسلم نفسك للبوليس يا ليه وبيكون تري راح جاب الزابط ايريك صاحبهم وحكاله على الحكاية كلها وايريك جاي عشان يقبض على لي بس ليه بيعمل نفسه ويسلم نفسه وبيخطف البندقية من ايريك ويدرب تري في رجله ايج بيحاول ياخد منه لبندقية بتطلع منها تلقى افراس ايريك ايج بيشد سلسلة من رقابته وبيتحول لشيطان من نار وبيضرب ليه في بطنه وبعدها بيسيبه للتعبين عشان تخلص عليه وبعد ما بيموت لي ايج بيتحول لصخرة وبتخلاص القصة ما تنسوش تعملوش راق في القناة التاعات الاولانية والقناة اللي انتو بتتفاق عليها دلوقتي دي حالا وبوضل الاكاونت بتاعي عدو انستجرام ايج بيكون فيديو مراتي عجبكم السلام عليكم